موسيقى كنا المفروض هنبدأ في موسيقى استكايرو أعمال في منتصف 2021 أجلناها لبداية 2022 وذلك نظراً للمستجدات اللي بتحصل في 2021 في الشروط والقوانين الجديدة واللاقيحة التنفيذية بالنسبة للترخيص الجديد ودي حاجة من وجهة نظراً اللي احنا شايفينها صح جداً لأن المنظومة كانت محتاجة ضوابط وقوانين جديدة فأجلنا العمل في بداية المشروع لبداية 2022 وفي نفس الوقت استثمرنا الوقت اللي كان في 2021 في أن نكون نجهز الخدمات اللي موجودة في الكونباوند نفسه هتكون عبارة عن إيه وهي الحمد لله برندات كلها وشركات عالمية مش موجودة لبعض المشروعات في مصر هدفنا أن المشروع يكون لاند مارك على طريق مصر اسماعيلية نحن نتعاقد مع شركة هيلتون العالمية وده بالفعل تم لبرند هيلتون جاردين إن ده بالإضافة أن احنا دخلنا معهم في شراكة أكبر إن ناخد لشركتنا فرنشايز الاسم نفسه داخل مصر تمام بمحفظة مالية كبيرة هنبقى نعلن عنها بعدين وده بالحمد لله برضو تم بالإضافة أن احنا تم التعاقد مع مدرسة مدرسة من أعلى البرند اللي موجودة في مصر من ناحية القيمة التعليمية والتربية وفي نفس الوقت قيمة معروفة جدا في مصر بإذن الله برضو خلال أيام هنعلن عنها جاري التعاقد مع مستشفى جميرة تعاقد المدرسة خلاص بالفعل اللي تم تم تمام هنعلن عنه خلال أيام بالنسبة للمستشفى جاري إنهاء التعاقد فيه تمام هيتوكّلين شركة الإدارة اللي هي هدير المور التجاري والإداري وده برضو هيكون شركة عالمية عملنا سياسة تسعير سياسة تسعير جديدة تماما على السوق العقاري سواء في مصر أو خارج مصر ألا وهي إن سعر المتر بيزيد يوميا بقيمة يومية سابتة ما بتقلش قابلة للزيادة يعني إحنا مثلا عملين سعر المتر بيزيد يوميا 18 جنيه تماما 18 جنيه هم سابتين بيزيدوا يوميا ليهم سعر بداية وليهم سعر ختامي السعر الختامي ده في تاريخ ختامي معلن الأسعار بتكون معلنة على الويب سايت ومتاحة للجميع إنه يدخل أي وقت على الويب سايت يارك سعر مبارح كام؟ سعر النهاردة كام؟ سعر بكرة كام؟ الزيادة اليومية هي إيه؟ الزيادة اليومية دي بتكون مذكورة في عقد العميل إن هي ما ينفعش تقل خالص محطوط ضوابط وقوانين سواء لينا كشركة مطورة أو سواء للعميل إنه هو إحنا ما نقدرش ندي أي نسبة خصم لأي عميل خالص إلا في حالة الكاش يعني في حالة التقسيط ممنوع ندي نسبة خصم في حالة الكاش نسبة الخصم ما تتعداش نسبة كذا موجودة في العقل العميل اللي بيشتري معانا لو حب إنه هو يجي يبيع أنا أول واحد ملتزم إن أنا أشتري منه تاني كنا متأكدين إن زي ما فيه تطوير بيتم في البلد كلها في مصر كلها دلوقتي هو هيتم تطوير الطرق والأماكن المهمة هناك اللي موجودة في شرق القاهرة وبالفعل بعد ما اشترينا الأرض بحوالي أربع خمس شهور طريق مصر اسمعالية الطريق الأديمي اللي تعودنا عليه من عشرين وخمسة وعشرين سنة في أربع شهور كان متحول تماما للطريق اللي حرج بتشوفه دلوقتي تمام؟ زائد مشروع الكتارة الكهربائية اللي اللي بيمر من قدامنا فدي كلها يعني حاجات يعتبر عشرة في المئة من اللي ممكن أقوله وأنا بس عشان الوقت اللي هو يشجعني يخليني أستثمي فشار القاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة